مساء الفل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج الحوث لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا ان انتم تتبعوا من الاعضاء المتفعلين معنا في القناة ده طبعا هيجي عن طريق الاشتراك وعند تفعيل الجرس كده ضمنتم ان اسباعيا هيجي لكم اشعارات من القناة بكل ما هو جديد من توقعات الفلك لموليد الحوث الحوث من يوم تلاء يوم اربعة حتى يوم عشرة من شهر نوفمبر الفين اربعة وعشرين قبل متكلم على ايه الطاقات والتحركات اللي هتبقى متواجدة معاكم في خلال الفترة تنويه بسيط يا جماعة انا بصور من هولندا لذلك الرقم المكتوب على اعلى يسار الشاشة لو حبيت ان انت تتواصل او الاستفسار عن اي شيء او بالنسبة للقراءات هتحتاج ان انت هتكتب الرقم ده كامل عشان قاطر تضيفه اذا كان على الواتساب او على تيلجرام او على الاتصال الشخصي لازم رقم ده كامل كده بالزبط زي ما هو موجود على اعلى يسار الفيديو طيب سريعا كده بقى ونتكلم على ما هي الطاقات والتحركات اللي هتبقى متواجدة معانا في خلال الفترة وطبعا اهم التحذيرات والنصائح ايضا اللي هتبقى متواجدة معانا يوم اربعة وخمسة في الشهر هيبقى الامر متواجد على برج القوس نركز كده في الحيط تاني اربعة وخمسة في الشهر الامر هيبقى متمركز على برج القوس اللي هنا الاساس بيعلي ويوضح معادن الناس من حولك يوم تلاتة احداشر فيه تواجد للمريخ على برج الاسد تواجد المريخ ده على برج الاسد بيشعلن وبيعلي العلاقات مع العمل زوال مع العمل رؤساء العمل وايضا بيبقى ليه تأثيرات مهمة على الصحة التحركين دول مع بعض ده هيبقى يوم تلاتة في الشهر وتوجد الامر لسه خارج من امر مكتمل يوم اربعة في الشهر التحركين دول في نفس الوقت ده بيقدلك بالزبط زي ما انا شرحت فيه تحرك بيبين لك معادن الناس تحرك اخر تركيزه على الصحة والعمل فوارج جدا في خلال هذين اليومين هيبقى فيه يعني كلاشات كبيرة وارج جدا تحدث هتلاقي الطاقة الداخلية فجأة عام مشتعلة انت يعني على اقل كلمة ممكن تودي وتجيب وتتنرفز ده الطاقة اللي هتقابلكم بخلال اليومين دور طيب يوم ستة وسبعة وتمانية ستة وسبعة وتمانية الامر هيبقى متواجد على برج الجديد يعني في خلال الفترة دي هتبقى الامور الداعمة هتبقى في صفكم هتلاقي الناس ولاد الحلال هيبقى في صفكم بالاخص ايضا يعني تزامنا ان يوم اتنين في الشهر هيبقى عطار المتواجد على برج الكوس يبقى وارج جدا ان الدعم ده يجي بجزئية معينة خاصة بالامور المالية امور المالية يعني ايه؟ عمليات باع والشراء عمليات دعم الناس تقاب في ظهرك او تبقى ولدي الحلال يخلصوا لهم امور كانت معلقة او وقفة في امور مالية لذلك التحركين دول مع بعض وارج جدا يبقى فيه تركيز مهم على امور تخلص حقوق مالية او تخلص مثلا اجراءات او ان انت توصل لهدف معين الطاقات هتبقى يعني متركزة اكتر على هذه الامور في خلال هذه الايام طبعا يوم تسعة وعشرة اخر تحرك الامر وزي ما انتم عارفين الامر هيبقى متواجد على برج الدلو تواجد الامر على برج الدلو يعني بصراحة مش مكان جميل بالنسبة لكم لان زي ما احنا عارفين ايضا وكلمة من في الفيديوات السابقة على توقعات شهر نوفمبر التواجد بلوتو ايضا هيبقى على برج الدلو من يوم تسعة واشر صابح عشرين شهر نوفمبر التحرك ده في البيت الاثناشر بيبقى صعب تقيل معاكم دايما يا مولد برج الهود لذلك في خلال الفترة دي خلي بالكم من اي غلطات حاولوا باقصد ما يمكن تتجنبوا اي من وشات كبيرة ده هيبقى يومين تسعة وعشرة في الشهر فبواجه عام زي ما احنا قلنا الطاقات تركزها اكتر في خلال الفترة على امور العمل والمال وعلاقاتك مع الناس اللي هيفعلا ممكن تلاهم فضاعرك طبعا معا اهم شيء الناس هيظهر لك عن حقيقتهم مهمة جدا في خلال الفترة تركيزا بالاخص في منطقة العمل طيب او جينا تكلمنا بقى على اهم توقعات ونصائح وتحذيرات هتبقى ليكم في خلال الفترة دي يا مولد برج الحود يعني في خلال الفترة دي ودد جدا اول توقع معنا هيبقى العزم في دخول في حوار كبير يعني انت خلاص هتعلمت العزم على انت قررت هتخش في الحوار ده الحوار ده هيبقى كبير بس الحوار كبير هو اللي انت اللي مصغر من حجمك دي الحتة اللي انت لازم تبصلها يا مولد برج الحود انت مصغير ده اللي لازم تحط البالك وانت داخل على الحوار ده يعني وانت داخل على الحوار ده حط بالحسبان يمكن انت خوار كبير بس انت مصغير لان الموضوع اللي يعني الدربات المتتالية ازا كان يعني اللي حصلت معكم سابقا طبعا على زحل ده وبله وزار اتكلمنا عنها كتير دية الدربات دي مقعتكش لان انت مش هتوقع يا حود لذلك انت قدها وعشان كده حتى كمان احط في عنوان الفيديو الكلمة دي انت قدها لذلك مهما كان الحوار اللي انت داخل فيه كبير اعمل حساب اللي انت قدها وهتقدر مهما كان الحوار باين ان هو كبير انت حجمك بالصغير يريح تاني توقع دهب على الصعيد المهني او معنى صح تاني تحذير او نصيحة في خلال الفترة واردوا بقوة تحديات في العمل هتحتاج منك التركيز في التفاصيل التركيز في التفاصيل لكنها فترة روعة لإثبات الزات وايضا وارد جدا ان انت يتعرض عليك منصب في خلال هذه الفترة ترقية في العمل على سبيل المثال او مهام جديدة ده وارد جدا هيبقى فيه منقشات في اليومين القادمين يا مولد برج الحوت ان فيه وارد جدا هتبقى فيه منقشات عن يعني تولي منصب اخر او انت يبقى عليك مهام اخرى في العمل بتختلف من الشخص ومن وضعية اخرى بالنسبة للمكان العمل انت فيه لكن فيه تغيرات تبقى مهمة خاصة بامور العمل في خلال اليومين القادمين طيب ايضا من التوقعات المهمة جدا وهي قعدت صراحة مع احد اشخاص العائلة قعدت صراحة مع احد اشخاص العائلة عند البعض هيبقى مع الشريك الحياة بس اللي في قلبك هيبقى على لسانك اللي في قلبك هيبقى على لسانك اللي هو لا وقت للتجميل اللي هو انا لا اشتم لكني مش هتجمل يعني انتوا فهميني يعني حتة دي انا لا اشتم لكني مش هتجمل هتقولوا الواقع بصراحة بتاعشان كده انا بقولكو هيبقى الموضوع فيه اعداد صراحة قوية مهمة خاصة بعلاقة مع ناس مقربين في خلال هذي اليومين القادمين اخر حاجة هنتكلم فيها خاصة بالنفسية لان طبعا زي ما احنا قلنا الامر في البيت اللي اتناشر يبقى فيه كوة صعبة معاكو شوية لكن اعصابك هتكون متوتر الاسبوع الاعصاب يعني هتتلاقي انت عسف تنرفز بصبعة هتتلاقي اللي انت موضوع فيه شد كده فيه تنشن بالانجليز فيه شد كده من جواك هيقبلك الطاقة دي قوية بالخص الطاقة بالمريخ في الاسد فحاوله باقص ما يمكن دي دي اللي تنرعي النصيحة بتليكم في خلال الاسبوع ده اخلق وقت لنفسك تكون في بعيد عن العالم اجمع اخترع الوقت ده يا حوت اخلق وقت لنفسك ان تبقى منعزل عن كل الناس لازم تعمل الفصلة دي لازم الفصلة دي يا موريد بورج الحوت عشان فعلا تعرف تكمل لذلك انا بقولك هو ده نصيحة مهمة جدا على قد من ايه حاجة صغيرة لكن فعلا هيبلا تأثير ايجابة جدا لو عملت الوقفة دي بعزلة اللي انت تبقى لوحدك عن كل الناس موريد بورج الحوت اليومين السابقين كانت يعني طاقات غريبة شوية يعني يمكن فيه امور تغييرات مالية بدأت تحدث فيه امور مثلا احباطية وعنى حاجة بتحبطك وحاجة بتعليك طاقات غريبة جدا وزي ما احنا نوهنا في الفيديوهات السابقة ايضا على التحركات اللي هتحدث اليومين القادمين او شوله القادمة هتبقى يعني احنا خلصنا من يعني ما خلصتوش اساسا لسا من زحل ونبتون كمان بيسلم عليكو وبلوتو حابب كمان يجيلكو في البيت الاتناشر فالتحركات اه هي صعبة لكن 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 التحركات جاية بعد ما زحل قرى بيخلص فهنا التحركات دي مش هتوقعكم التحركات دي هتعليكم هتعليكم ازاي لان انتو خلاص عرفتو الوقوع بيعمل ايه او عرفتو ازاي الواحد بيقع وعرفتو بمعنى صح ايه هي الحاجات الصعبة اللي ممكن تعدى على البناء ادم لان انتو خلاص اللي بيحصل مع البناء ادمين على القرى الارضية دول اللي بيحصل معهم في عشرين تلاتين سنة حصلت معاكم في سنة ونص يعني عايز اكتر من في سنة ونص حصل لك ايه تضارف الحالات الاجتماعية تضارف الحياة المهنية تضارف الحياة العائلية اختلافات جديرة ناس كتيرة بتظهرها بحقيقتها انتقاضات بتقابلك غيرت وظائف غيرت مكان عند البعض تغيرك كبيرة جدا فخلاص اي حاجة هتحصل تاني بتتعد تاني بس بطريقة لو انت عايزين اي يعني خلاص الصعب خلاص فعشان كنتا بقول لكم دايما ببدأ باي جملة لازم اقول لكم النهاية ديت تفقلوا بالخير تجدوه وان شاء الله هتبقى فترة خير عليكم يا موليد برج الحوت وكده يبقى وصلنا لناية حالة النهاردة اتمنى تنلقى عجاب حضراتكم وما تنسوش الاشتراك مع تفعالة الجرس ليصلكم وكل جديد شكرا ومع ألف سلامة شكرا ومع ألف سلامة